اشتركوا في القناة مش بتعملها بنفس الاحترام اللي بتعامل بيه سيدات تانين في حياتها وبتسألني ليه ليه الناس مش بتعملني بالاحترام اللي ممكن تعامل بيه ستة تانية مع اننا في نفس الظروف وبنفس الوضع وفي نفس المكان بعد فترة في حد من الاشخاص اللي في المحيط حياتي وعملي قال لي برضو ان الناس مش بتاخده على محمل الجد هو شاب صغير شوية والناس بتتعامل معاه على انه هو لسه الطفل الصغير يعني بتتعامل معاه بنفس التهاون او مش وغده على محمل الجد هي فعلا دي الكلمة اللي هو قالها وكررها انهم مش وغدينه على محمل الجد بعد فترة في حد برضو بعتلي نفس الحكاية ازاي اتعامل مع الناس يعني الكلمة اللي استخدمها اخد وضعي اخد وضعي فحسيت ان فيه ثيم معين حسيت ان فيه ترند معين بين الاسئلة دية والجوابات دية ازاي الناس تحتنمنا ازاي نبقى اشخاص مدعاة للاحترام ازاي الناس تاخدنا على محمل الجد تتعامل معانا بطريقة معينة وباسلوب معين فانا يعني لقيت كده كذا نقطة لقيتهم 12 نقطة ان ممكن يأثروا على ازاي الناس بتبصلنا وشايفانا ايه تعالوا نتكلم على اول نقطة وهي المظهر الخارجي الناس بتاخد سبع ثواني بس عشان تعمل صورة تكون صورة في مخيلتها عن الشخص اللي هم شايفينه طب سبع ثواني دول يكونوا شافوا ايه او سمعوا ايه او عارفوا عنك ايه عشان يعملوا هذه الصورة ما بيكونوا شافوا غير شكلك ومظهرك الخارجي فمهم جدا جدا ان مظهرنا يدل على الطريقة اللي احنا عايزين نتعامل بيها يعني مثلا لو انت في الشغل شوفي اليوم اللي بتلبس فيه بدلة او بتلبس فيه بليزر وتروح الشغل والفرق في التعامل مع الناس اللي حواليك انا حستها يعني فيه ميتينجز معينة لو انا مش لابسة يعني لو انا مش لابسة كأن واحدة في دور تمثيل لو مش لابس لبس الشخصية الناس مش هتعرف انت يا ترى عايز تبقى ايه الحاجة التانية كمان المظهر الخارجي بيدل على مدى اهتمامك بنفسك ومدى احترامك لذاتك فلو انا مش مهتم بمظهري ولا شكلي طب الناس تهتم بيا ليه اذا كنت انا مش محترم ذاتي اذا كنت انا مش محترمة ذاتي الناس هتتعامل معايا ازاي الناس اللي بتشتغل في التسول او الناس اللي عايزة تستدر عطف الاخرين اول حاجة بيعملوها بيدرس دي بارت بيلبسوا لبس الشخصية دي بيلبسوا بطريقة معينة بلبس معينة ممكن تلاقيه مش لابسين هدوم نظيفة ممكن تلاقيه لابس شب شب مقطع على فكرة مش شرط ان كل واحد لابس الهدوم دي انه فقير او انه محتاج احيانا بيبقى ده لبس التمثيل الدور اللي بيعمله ودي يمكن حاجة حصلت وفعلا ان كان فيه حد بيجي لنا في البيت بتتعامل باسلوب معين بتبقى لابسة بطريقة معينة بتتكلم بطريقة معينة بتستدر عطفنا واكتشفنا بعد كده ان هي مش فقيرة ولا حاجة وان هي مش معوزة ولا حاجة زي ما هي بتتدعي ده بالعكس دي باني بيوت وحاجات زي كده يعني بس عشان تيجي تستدر عطفنا لازم تلبس المظهر البسيط الفقير الهدوم اللي مش نظيفة الشبشب اللي مش نظيف تتكلم بالطريقة دي فمظهرك الخارجي ايه الرسالة اللي انت بتبعتها للاخرين بمظهرك الخارجي لو انت شاب وبتقص شعرك قصة الشباب وبتلبس البنطلونات والتيشيرتات اللي هي العادي المتعارفة عليها وبتروح الشغل الناس بتحكم عليك من المظهر دو طيب انت يعني جرب كده بدل البنطلون المقطع تلبس بنطلون جينز عادي مش هقولك البس بنطلون فورمل او حاجة البس بنطلون جينز عادي مش مقطع وروح الشغل وشوف الناس هتتعامل معاك ازاي بدل التيشيرت البس بولو البس تيشيرت بياقة في حاجات كده غريبة كده تلاقي كرافتة تعمل احترام تلاقي زاكتة اللي بدلة تعمل احترام تلاقي البنطلون الجينز الغامق اللي مش مقطع يعمل احترام تلاقي التيشيرت اللي له ياقة هو ما بقاش تيشيرت هو بقى بولو يعمل احترام فدي اول نقطة شوفي او شوف مظهرك الخارجي وايه الرسالة اللي بتبعتها للاخرين من خلال مظهرك الخارجي ده النقطة التانية متعلقة بشكل او باخر برضو بالمظهر الخارجي هي حركاتك وحضورك الشخص اللي بيحرك ايدي كتير انا يمكن مزنبة بهذا الزنب ان انا احيان كتير بحرك ايدي كتير واوصف واعمل في ناس كتير كده لقيت الناس اللي هي الوقورة مدعا للاحترام اكتر بكتير جدا من الناس اللي هي الانيميتد قوي كده اللي بتتكلم بكتير طب اعمل ايه في ايديا فبتديت ادور على ازاي طريقة معينة استخدم بيها ايديا ما تبقاش فيها حركات زيادة عن اللزوم فان انت تجيبهم قدامك كده وتخليهم قدامك احسن بدل ما تفتح ايديك كده وتقعد بقى تشوح بقى وترفع ايديك لفوق وتنزل ايديك لتحت او لستت نفس الحكاية لا تلاقي اشارات معينة ان انا مش لازم مع كل كلمة حرك ايدي يعني دي حاجة وانا بجهز للفيديو ده فكرت فيها وقررت انه مش لازم كل كلمة حرك ايدي حرك ايدي لا خليها كده هادية واستخدم اشارات معينة اللي لها دلائل معينة والbody language دي حاجة ضريفة جدا انها تقريبا يعني اغلب الناس بتفهمها اغلب الناس لو عملت له كده هايفهم ان ده ان انت بتستحلف له بتتوعده او ان انت تعمله كده يعني بشويش بالراحة فيه دي الستيبل ان احنا نحط ايدينا في بعض كأن انا عارف انه بتكلم على ايه لما افتح ايدي يعني كأن انا مش مخبية حاجة غير لما اعمل كده فيه فرق الحضور كمان ان اللي يقعد على الكرسي تلاقيه بيتحرك كتير يمين وشمال وفوق وتحت رسلس انت قلقان انت فيه حاجة انت فيه حاجة جوه كده مخليك متوتر لكن لما نقعد بهدوء وبالراحة ونبقى عندنا حضور الناس برضو تاخدنا على محمل الجد وتحترمنا النقطة الثالثة بقى وهي صورتنا على السوشيال ميديا كلنا بنستخدم الفيسبوك والانستجرام وتويتر وواتساب الحاجات اللي بنعمل لها شير يعني مثلا كان من ضمن الحاجات ان فيه شخص كل اللي بيعمله شير نكت 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 كل تعليقاته ساخرة 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 هذا الشخص كان بيشتغل في الريال استيت في العقارات كان سنصار عقاري الصورة اللي عملها لنفسه على السوشيال ميديا لا تتوافق مع الصورة اللي عايز يبنيها في الكارير بتاعه انت عايز تبني صورة ان انت شخص مؤتمن ان انا لما بقى عايزة اشتري بيت واستثمر هذا الاستثمار الكبير احط القرار في ايدين حد مؤتمن طيب لما انت طول الوقت بتهرج وطول الوقت بتشير حاجات وطول الوقت او مثلا بتشتكي طول الوقت بتشتكي 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 طيب انت مش عارف تحل مشاكل حياتك هل الناس هتاخدك على محمل الجد انت محتاس ما انتش عارف تعمل حاجة في حياتك فنشوف قوي ايه اللي بنحطه على السوشيال ميديا ايه اللي بنحطه من رسائل بنبعثها للناس لان ده بقى جزء كبير قوي قوي من حياتنا رابع نقطة بقى هي احترامنا لذاتنا وفهمنا لشخصيتنا انا لما احب نفسي واحترم ذاتي مش هتكلم عن نفسي بطريقة نيجاتف بطريقة سلبية كنت مرة في ورشة عمل وكان لازم نبريزنت الكلام ده كان من كذا سنة وبعدين عشان التلج والشتة كنت لابسة شيك قوي والشوز بتاعي جزمة التلج جزمة وحشة ابتدأت الكلام ان انا بحيي الناس وبقول لهم انا كذا 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 ولابسة جزمة اجلي جزمة قبيحة فالشخص اللي كان بيدينا الوردشاب بعد ما خلصت بيقول لي ايه لازمة التعليق اللي انتي قلتيه ان جزمة قبيحة فقلت له بصراحة كنت عايزة ابقى فاني كنت عايزة ابقى مضحكة اقول حاجة مضحكة اللي ايه يتقولي حاجة مضحكة على حساب نفسك او على حساب حد تاني يعني لا اصخر من نفسي ولا اصخر من الاخرين لان الصورة اللي انا بديها للاخرين ايه ده ده انا مش محترمة نفسي او ممكن الفت النظر لحاجة الناس مش واخدين بالهم منها الناس شايفاني مش مركزة مع الشوز بتاعي اللي انا شايفانه هو اجلي ما كانش ليها لازمة العبارة دي ما كانش ليه لازمة تعليق دو ولا افدني في حاجة ولا زود حاجة في البرزنتيشن بتاعتي ولا اضاف لي حاجة في بعض السيدات تلاقي تقول انا عيبي كذا وكذا 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 انا مشكلتي كذا وكذا وكذا طب يا سيتي هو حد سألك عن عيوبك هو حد سألك عن مشاكلك فنشوف ايه الصورة اللي بنحطها في نفس الوقت فيه ما ندفخمش قوي في نفسنا فنبقى كأننا مغرورين كأننا متكبرين متعالين فنشوف نفهم نفسنا ونشوف احنا بنحترم ذاتنا ازاي وبنعبر عن احترامنا لذاتنا ازاي وده بقى يدخلني في النقطة الخمسة وهو ان احنا نختار الوقت المناسب للهزار في ناس طول حياتهم قاعدين عملين يهرجوا 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 اي قاعدة جدة يقلبوها هزار الهزار وخفة الظل والنقطة والضحك ده شيء حلوى قوي 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 لكن زي ما بيقولوا لكل مقام مقال انا اعرف شخص نقطة ضيعت عليه شغلانة حلوة جدا كان عايزها لانه دخل في الانترفيو وتكلم مع الناس وارتاح في القاعدة وازهر طبيعته الاستاخرة فقال نقطة فالست اللي كانت في الانترفيو ما عجبتهاش النقطة ما ينفعش ما ينفعش هذا الشخص هي حكمت عليه انه ما ينفعش يبقى معانا من نقطة سخيفة قالها في غير موضعها احيانا نبقى عايزين نملى الفراغ في الحوار ان يبقى فيه فترة فترة صمت على فكرة فترة الصمت دي ما بتزيدش عن ثواني ثانية اثنين تلاتة اربعة بس من توترنا بنحس انها وقت طويل قوي فنبقى عايزين ان احنا نملى الوقت ده بأي حاجة وعشان نملى الوقت بأي حاجة نقول اي حاجة وده مش صح مش صح خالص ان احنا نهزر عمال على بطال ونهزر مع ناس اللي لسه معرفناهمش ولسه ما خدناش عليهم ان الواحد يبقى خفيف الضل وروحه مرحة حاجة وانه يوصل لمرحلة ان هو يزاره عمال على بطال فالناس يعني لبيهرج ناخد بالنا امتى بنهزر ومع مين وقد ايه من الحوار النقطة السادسة لسه برضو ما بيدناش عن الكلام اللي احنا بنقوله وهو نوعية الكلمات اللي بنستخدمها والالفاظ اللي بنستخدمها طب ازاي نتعلم ان احنا نحسن كلامنا ببسط قطع فيه ما نتلقاه من بره بيأثر علينا فنبتدي نلفظه نبتدي نتكلمه انا بحس مثلا ان لما كون بقرى عن كتاب معين لما كون بقرى في كتاب معين الفترة اللي وانا بقرى فيها الكتاب ده بلاقي الافكار اللي انا واخداها من الكتاب هي الافكار اللي مسيطرة على حواري وعلى كلامي لما كون بقرى لكاتب معين او كاتبة معينة بيستخدمه نوعية معينة من الالفاظ ألاقي الكلام ده ابتدى يظهر في كلامي ويبان وأستخدمه في الحوار بتاعي لما كون أعدم أصحاب معينين شلة معينة بتستخدم ألفاظ معينة أو كلام معين أبصى ألاقي إن الكلام بتاعهم بيبهت على كلامي وأبتدي أقوله وأتكلم به فمهم جدا جدا نحن نشوف نوعية الكلمات اللي بنتكلمها والألفاظ اللي بنتلفظ بيها ونقيم إحنا بناخد الألفاظ دي منين ونبتدي نحسن ونعدل مصادر الكلمات اللي في حياتنا بحيث إن إحنا لما نيجي نتكلم نتكلم كلام صح النقطة السابعة بقى وهي تخص القرارات الناس بتاخدنا على محمل الجد لما يبقوا عارفين القرارات اللي بناخدها في حياتنا موزونة فلما نبقى معروفة عندنا إن إحنا متهورين أو إن إحنا بناخد قرارات مش موزونة هيحترمونا إزاي؟ هيحطولنا وضع إزاي؟ يا عم ده شاب متهور كلمة متهور عجيبة جدا جدا متهور في الإنجليزي معناها ناضج وماتهور بالعربي معناها غير ناضج أعتقد إن هي لو دخلت اللغة العربية من الإنجليزية معناها إماتيور يعني غير ناضج أو مطيور من الطيرة يمكن من إن هو متسرع أو متشائم أو بياخد قراراته على الطائر يعني بدون ما يتأنى ويفكر وياخد القرار الصح فلازم نشوف القرارات اللي بناخدها في حياتنا هل قرارات متسرعة؟ قرارات متأنية؟ نتائج القرارات دي إيه؟ لأن الناس بتلاحظ وبتشوف هذه القرارات سواء في محيط العمل سواء في الحياة الشخصية وتبتدي تحكم على شخصيتنا من نوعية القرارات اللي بناخدها النقطة التامنة بقى هو الاعتذار في غير موضعه يعني إيه؟ هذا الشاب اللي كلمني وقال لي ليه الناس مش بتاخدني على محمل الجد بتديت ألاحظه ولاحظ سلوكياته فلاقيت إن هو بيعتذر عمال على بطال كل شوية أنا آسف أنا آسف مع إن في مواقف كتيرة جدا جدا من اللي هو كان بيعتذر فيها مش محتاج اعتذار يعني مثلا عملت دا ولا لأ أو أنا آسف ما عملتوش الموقف مش محتاج اعتذار اعتذار لو أنت غلطان أصرت لكن مجرد سؤال عابر عن حاجة معينة مش مستدعي اعتذار إن مثلا لما يجي يطلب حاجة من حد أنا آسف بس ممكن كذا وكذا وكذا فلاعتذار عمال على بطال الاعتذار المستمر في غير موضعه بيبيننا إن إحنا ناس ضعاف الشخصية فالناس مش بتدينا هذا الاحترام في نفس الوقت عدم الاعتذار خالص بيعمل برضو نتيجة عكسية لما نبقى غلطانين وما نعتذرش برضو بيدي للناس صورة وحشة جدا جدا عن نفسنا فالأسلم هو الاعتذار في موضع الاعتذار إن إحنا نعتذر لو عملنا حاجة غلط ولو استدعى الأمر إن إحنا نعتذر لنعتذر زيادة عن اللزوم أو ما نعتذرش خالص النقطة التاسعة بقى ويمكن إحنا كلنا مذنبين هذا الزنب احترام الوقت سواء وقتنا أو وقت الآخرين يعني لما نتأخر على معاد إحنا كده مش محترمين للآخرين فبالتالي مش هيحترمونا في نفس الوقت لو سمحنا لحد ياخد زيادة من وقتنا إحنا مش محترمين لوقتنا وبالتالي مش محترمين لذاتنا فهم كمان مش هيحترمونا عشان كده يقولك قبل ما تقبل حاجة معينة تعملها مع حد أو وظيفة معينة أو مهمة معينة فكر ده هياخد ايه من وقتي ده هياخد ايه من التزاماتي لإني لو قلت لشخص آه أوكي ماشي أنا سمحت له إن هو ياخد من وقتي فلو أنا مش محترم وقتي الآخرين هيحترموني إزاي فمهم جدا إن إحنا نحترم الوقت وقتنا ووقت الآخرين للأسف هي ظاهرة طبعا في مجتمعنا فيه أحيانا بنبقى إحنا السبب فيها وفيه أحيانا ما بيبقاش إحنا السبب فيها في بعض الناس عادتهم كده إن هم ياخدوا راحتهم واتفقين مع ناس إن إحنا هنتقابل الساعة 10 يروحوا الساعة 11 أو 12 ويقولوا يا عم عاصل الوقت طويل وكذا كذا كذا ده إحنا السبب في دوة ده مش مظبوط ده مش احترام للنفسنا ولا للآخرين ولا يعني أنا بصراحة الناس دي لو قابلتها مرة وعملوا معايا كده مش هقابلهم تاني أبدا لكن فيه حاجات بتبقى بقى خارجة عن إرادتنا زي مثلا الزحمة في الطريق أو مشكلة في العربية حصلت ودي بتحصل للأسف في بلدنا كتير فالأسلم والأحسن نحن نحط في الاعتبار وقت زيادة ودي مع تكرار المواقف والتعلم يعني خلاص عرفنا المسافة من هنا ل هنا في الوقت دوة بيبقى زروة المشوار اللي هو ساعة هياخد ساعتين فنبتدي نحط الموضوع ده في الاعتبار ونخطط اليوم بناء على المشاكل اللي حصلة في المرور أو في البيئة المحيطة بينا بس الخلاصة نحن نحاول جاهدين نحن نحترم وقتنا ووقت الآخرين النقطة العشرة بقى إن أحيانا الناس ما بتبقاش وغدانة على محمل الجد أو مش مديانا الاحترام اللي احنا عايزينه من الآخرين لأننا بنتقمص شخصية مش شخصيتنا وللأسف بشوفها أحيانا في بعض الناس اللي بيتصرفوا تصرفات تحس إنها مش ليقة عليهم فبيبقى باين قوي 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 إن هما بيمثلوا حاجة معينة بيتقمصوا دور مش دورهم شخصية مش شخصيتهم لكن ده مش معناه إن احنا ما نحسنش نفسنا لكن إن احنا نحافظ على شخصيتنا سبتة وما نتقمصش دور مش بتاعنا ما نحاولش إن احنا كل ما نشوف حد بيعجبنا نحاول إن احنا نقلده لإن حاسي الشخصية ليقة عليه دي بتاعته إحنا بقى شخصيتنا إيه فما نتقمصش دور مش بتاعنا ما نتكلمش بطريقة مش طريقتنا نحسن نفسنا نطور من نفسنا لكن نستمر على هذا التحسن وعلى هذا التطور لكن لو فضلنا نتكلم في المواقف المختلفة بطرق مختلفة متبينة طبعا كل واحد فينا في نظرية في 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 علم النفس المؤسسي أو psychology اللي هو corporate psychology disk d.i.s.c إن كل واحد فينا لخ على الأقل تلات شخصيات أو تلات ماسكس بيظهر بيهم الأولانية هي الشخصية الحقيقية بتاعته الشخصية الحقيقية اللي احنا تولدنا بيها واللي تربت فينا خلال الكام سنة الأولانية من حياتنا وطفولتنا وده اللي بتزهر لو احنا مرتاحين خالص خالص وكل حاجة على هوانا ومفيش أي ضغوط حولنا بيتصرف على طبيعته يقولك كده ده بيتصرف على طبيعته الشخصية التانية هي اللي بتختلف من موقف لموقف من مكان لمكان ومن أشخاص لأشخاص لما أنا بتعامل مع أشخاص معينة بيبقى ليها شخصية معينة لما بتعامل في البيت بيبقى غير الشغل لما بيبقى فيه أزمة مثلا في حياتي بتبقى مؤثر على شخصيتي وعلى تعاملي مع الآخرين الشخصية التالتة بقى دي اللي هي تحت الضغط والضغط ده بيفرق من شخص لشخص أنا مثلا الديدلاينز مش بتمثلي ضغط يعني مثلا فيه حاجة مفروض اسلمها النهار ده فيه حاجة مفروض اسلمها بكرة الكلام ده مش ده اللي بيعملي ضغط لكن مثلا إحساسي بالفشل ده بيعملي براشر بيعملي سترس جامد قوي فالشخصية اللي بتزهر تحت الضغط دي برضو شخصية من جوانا بس شخصية تاني فكل واحد فينا له على الأقل ثلاث شخصيات الثبات الانفعالي بييجي من أن شخصياتنا الثلاثة دول متشابه أن أنا على طبيعتي زي ما بقى مع أي حد تاني لو طبيعتي بلازنت مبهجة لطيفة بشوشة حبوبة هنا مع هنا زي هنا زي هنا يمكن في الشغل فيه وقار شوية يمكن فيه جدية شوية لكن أنا برضو نفس الشخصية البلازنت الحبوبة اللطيفة تحت الضغط هحاول أن أنا ما 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 هحاول فنحاول أن إحنا ما نغيرش الشخصيات اللي بنتقمصها زي ما نكون بنقلع هدوم وبنغيرها طول اليوم لا نحاول نخلي شخصيتنا ثبتة ومع كل الأشخاص مع اختلافات اللي تقتضيها الضرورة ويقتضيها الموقف النقطة 11-4 هي الكذب الناس عمرها ما بتحترم الكذب وإيه واحد تفتكر أن أنت لو كذبت مرة ونفت بالكذبة مش هتكتشف عاجلاً أو عاجلاً بتكتشف الكذبة وبتتعرف و النبي السلام سأله هل ممكن يكون المؤمن بخيل قال آه ممكن هل ممكن يكون جبان قال آه ممكن هل ممكن يكون كذب قال لا لأن الكذب مصدر لشرور كثيرة جداً جداً وإحنا بنجذب عشان سببين يا أب عشان نتجنب عقاب أو عشان نحصل على منفعة وعادة لو كذبنا عشان نهرب من عقاب لما بيكتشف لما بتكتشف الكذبة ولما بيكتشف الغلط بيبقى العقاب أشد وبيبقى التمن اللي بندفعه تمن الكذبة دي فادح وكمان المنفعة اللي بنحصل عليها بالكذب برضو بنفقدها لما بتكتشف الكذبة طيب نعمل إيه إحنا دلوقتي أحياناً بنبقى في مواقف فيها يعني بنفتكر إن إحنا لما نجذب يكون أحسن نقف كده وقفة صريحة مع نفسنا ونقيم المواقف اللي إحنا عادةً بنجذب فيها ونشوف حال دي دفعها الخوف ولا دفعها الطمع دفعها الخوف من عقاب أو من مشكلة أو إن عشان شكلنا بيبقاش وحش ولا دفعها الطمع في منفعة الماء أو مصلحة الماء ونقيم إمتى بنجذب ونحط لنفسنا كده حاجات بيننا وبين نفسنا إن إحنا نوقف هذا الكذب علشان ما يعرفش عننا إن إحنا كذبين 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 ونسي إن إحنا اتعرف عننا إن إحنا كذبين الناس مش هتحترمنا ولا هتاخدنا على محمل الجد وبالعكس ده هيعملونا بشكل مؤذي أحيانا النقطة الاثناشر والأخيرة هي إن إحنا لا ننكر فضل الآخرين الناس حوالينا بيقدموا لنا خدمات وبيقدموا لنا خير حتى لو خدوا عليها أجر الناس هتحترمنا لما نذكرهم بالخير لما ما نذكرش عيوبهم لما كمان نذكر الفضل اللي هم عملوا الكلمة الكي وورد هنا الكلمة الأساسية هنا هي الخير إن إحنا لا نتفوه إلا بالخير عن الآخرين حتى لو أزونا إذا كان الموقف لا يستدعي إن إحنا نتكلم بحاجة وحشة فأذكر مواقف كذا موقف حصل والناس اللي كانوا موجودين ابتدوا يتكلموا عن شخص أنا معرفوش أو عن حد أنا معرفوهاش عن إنسانة أنا معرفوهاش وابتدوا يذكروا مساوئها ده خلاني أحس بالضيق تجاههم وبصراحة يقعوا من عيني يسقطوا من عيني ويقل احترامي ليهم فبحاول يعني أحياناً الواحد بيقع في هذا الفخ إن إحنا نتكلم عن حد معين بطريقة مفهاش بقى ذكره بالخير سواء بالشكوى أو إن أنا مثلاً بذكر موقف عشان أدلل على موقف آخر نحاول إن إحنا نبقى حريصين مش حنقدر نصل لده مية في المية لكن الناس بتفقد احترامها للموسيق الكلام على طول على طول بيتكلم عن الناس التانية بشكل وحش أو بيقلب عليهم ويبتدي يذكرهم بشكل وحش مع إن ليهم أفضل عليه وهذا الفضل معهم دول كانوا اللي 12 نقطة اللي أنا توصلت إليهم اللي ممكن إزاي نخلي الناس تحترمنا وتاخدنا على محمل الجد لو في حاجة أنا ما فكرتش فيها ياريت تكتبوا هذه تحت في التعليقات عشان كلنا نتعلم من بعض أشوفكم المرة الجاية ترجمة نانسي قنقر